تقول سيدة فاضلة والله الذي لا إله غيره جاءت علي أنا وزوجي أيام ضاقت علينا الأرض بما رحبت وقد جاء الضيق بعد أن رزقنا الله بمولود جديد حيث قل الرزق لدرجة أننا عجزنا عن إحضار الحليب للمولود بعدما أصبتني ضيقة نفسية عجزت معها عن الإرضاع كنا لا نجد جنيها نصرف منه وكثرت علينا الديون وأصبحت أحمل هم المولود وأقول أنا أموت من الجوع ولكن طفلي ما ذنبه وسبحان الله هذه الأزمة كانت سببا في أن أعيد حساباتي وأرجع إلى الله بعد أن بعدت عنه كثيرا فقلت لا بد أن أتصدق ولكن من أين ونحن لا نملك قوت يومنا وفي يوم من الأيام استمعت لبرنامج إذاعي وقد ألهمني الله بفكرة كانت هي الفتح والخير عندما ذكر الشيخ في الإذاعة أن إطعام الطعام أفضل أعمال الإسلام فقلت أنني ليس عندي ما أطعم صغيري إلا أنني أخذت صحنا ووضعته خارجا وكل صباح بعد صلاة الفجر أضع فيه بعضا من حبات الأرز كي تأكله الطيور كما عاد زوجي من المسجد في أحد الأيام وقال لي بعدما دخلت المسجد وصليت فإذا بالإمام يقول درسا عن أهمية تلاوة القرآن الكريم وفضل الاستغفار والأذكار وأخبرنا بأنهم يوسعون الرزق حيث ذكر لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب فقلت لزوجي لقد رزقنا الله بمعرفة فضل القرآن والاستغفار بسبب إطعامنا للطير فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ثم وضعت لنفسي ولزوجي جدولا يبدأ بقراءة القرآن ثم الأحاديث الشريفة ثم الأذكار كان هذا قبل رمضان بأيام وبعد أسابيع جاء الفرج وتحقق ما كنا نحلم به لقد رزقنا الله بمبلغ كبير لم نكن نحلم به جاء إلينا من سداد دين كان لوالد زوجي المتوفي على أحد أصدقائه بل وطلب من زوجي أن يشاركه في تجارته ردا لجميل والده عليه ومن بعدها تدفق علينا الخير وسددنا كل الديون وانشرحت صدورنا وحمدنا الله كثيرا وأقول لمن تأخر عنه الرزق وتمنى شيئا ولم يحصل عليه عليك بالقرآن وكثرة الاستغفار ولا تيأس فالله لا يضيع أجر من أحسن عمله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا يقول محمد بن المنكدر وهو من العلماء الصالحين في يوم من الأيام أصاب أهل المدينة القحط وحل بأهلها الجوع والفقر فخرج كل أهل المدينة وهم الصالحون العابدون يدعون ويطلبون المطر فما استجيب لدعائهم وما نزل المطر وفي هذه الليلة خرجت إلى المسجد لصلاة العشاء وبعد الانتهاء جلست واتكأت على سارية وكان المسجد في هذا الوقت مظلما فدخل رجل أسود اللون لا أعرفه فلم ينظر إلي وأخذ يقول يا الله يا ربا خرج أهل حرم نبيك صلى الله عليه وسلم يستسقون فلم تسقهم وأنا أقسم عليك يا الله لتسقينه الساعة الساعة يا الله يقول محمد بن المنكدر فقلت في نفسي هذا الرجل مجنون كل أهل المدينة خرجوا إلى الله يستسقونه وما سقاهم وهو يقسم على ربه أن ينزل المطر فوالله ما وضع يده حتى سمعت الرعد وجاءت السماء بالمطر وعندما هم بالخروج من المسجد ليذهب لأهله إذا به يرى المطر ينزل فحمد الله وأثنى عليه وقال من أنا من أنا يا الله حيث استجيبت لي دعوتي ولكن عدت بحمدك وجدت بفضلك وأخذ يبكي بكاء شديدا خرج فتبعته دون أن يشعر به حتى علمت منزله ثم عدت إلى المسجد ولما توسطت الشمس قصدت داره وعندما دخلت وجدته جالسا يخيط النعال وهذا هو إسكافي يصلح الأحذية فقلت له يا هذا ألست بصاحب ليلة بارحة في المسجد لقد نظرت إليك وعلمت ما الذي جرى فغضب وسود وجهه وقال يا أبا عبد الله ما شأني وشأنك ما الذي جاء بك وما الذي جعلك تتبعني وما الذي جعلك تنظر إلي وما الذي جعلك تعرف ما عندي ثم ازداد غضبا ورأيت هذا الغضب في وجهه فقلت أخرج من عنده حتى لا يحدث شر فلما صليت وأشرقت الشمس ذهبت إلى داره فوجدت الباب مفتوحا ولا أحد عنده فاقتربت فقالت عجوز عند البيت يا أبا عبد الله ماذا فعلت معه منذ أن فارقته جمع أمتعته وخرج من البيت ولم يرجع إلى هذه الساعة فبحثت عنه في المدينة كلها لسنوات فلم أرى ولم أسمع به لقد فضل أن يتوارى عن الخلق لمجرد أن أحدا عرف السر الذي بينه وبين ربه فما أجمل العمل الصالح الخالص لوجه الله وخاصة ما كان بين العبد وربه لا يعلمه أحد قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم من دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تذر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون شاب فقير يتمتع بأخلاق كريمة ويتق الله دائما تزوج من فتاة صالحة وبعد زواجه بشهرين كان باقيا على قدوم عيد الأطحى ثلاثة أيام ولم يكن معه أي نقود لشراء متطلبات العيد من طعام فبات ساهرا حزينة لأنه تمنى إسعاد زوجته في أول عيد لهما كزوجين في الصباح ذهب لأمه الأرملة ليطمئن عليها وعندما وجدته حزينا وسألته عن سبب حزنه قص لها ما يمر به فهونت عليه ودعت له بتيسير الأمور ثم أخبرته عن المبلغ القليل التي كانت تحتفظ به بالبريد وأعطته البطاقة ليسحب المبلغ ويأخذه ورغم رفضه إلا أن الأم أصرت فأخذ الابن البطاقة وذهب إلى البريد لصرف المبلغ وعندما حان دوره وبدأت الموظفة في الإجراءات لمح عند قدمه رزمة من المال فوضع قدمه عليها دون أن يراه أحد وبدأت الأفكار الشيطانية تراوده هل يعطيها للموظفة أم يأخذها؟ وجاءت صورة زوجته بين عينيه وسأل نفسه كيف لا أسعدها في هذا العيد وهي لا زالت عروسة ثم مال على حذائه كأنه يربطه وأخذ المبلغ وخرج مسرعاً وهو يفكر ماذا يشتري لزوجته وفي هذه اللحظة عاد إليه صوابه وتذكر كيف سيكون حال صاحب المبلغ فاستغفر الله وعاد إلى البريد وأعطى المبلغ لرجل الأمن الذي فرح كثيراً وأخبر الزوج أن المبلغ لشيخ كبير جاء وسأل عنه ودعا بالخير لمن يرده له ذهب الزوج إلى المنزل وحكى لزوجته ما حدث فحمدت الله على إرجاعه المبلغ وقالت له سيعوضنا الله عنه بمال حلال إن شاء الله والمهم هو الصحة وفي الصباح فوجئ الزوج بشقيق زوجته يأتي إليهما مبتسماً سعيداً ويحمل كثيراً من الهدايا والفواكه والحلوى ويعطي لأخته مبلغاً كبيراً من المال ويقول لها لقد أعطانا عمك ظهر أمس ثمن الأرض التي أخذها من أبينا غصباً وطلب منا أن نسامحه وهذا نصيبك فرحت الزوجة وقالت لزوجها هذه الأرض أخذها عمي بعد وفاة أبي منذ ثلاث سنوات وبعد أن زور أوراقاً تثبت أن والدي باع له هذه الأرض ويشاء الله بالأمس أن يتوب عليه ويعود إلى عقله ويرد الحق لأصحابه بعد أن أعدت أنت المبلغ الذي وجدته لأصحابه فالحمد لله وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذي قال إنك لن تدع شيئاً لله إلا أبدلك الله به ما هو خير لك منه ابتسم الزوج وسجد لله شكراً ثم استأذن من شقيق زوجته وأخذ بعض ما أتى به شقيق زوجته وذهب به إلى أمه وأعطاها أيضاً المبلغ الذي سحبه من البريد وهنأها بالعيد وقال لها ببركة دعائك أكرمني الله وسترني إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعاً بصيراً يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً حسن الخاتمة في قرية صغيرة كان يعيش صاحب الحملات للحج والعمرة وكان له جار غافل لا يصوم ولا يصلي وذات ليلة رأى صاحب الحملات في منامه من يطلب منه أن يأخذ هذا جاره الذي لا يصلي ولا يصوم لأداء العمرة وعندما استيقظ الرجل من نومه اندهش كثيراً من هذه الرؤية العجيبة ولكنه لم يهتم لأمرها وفي ليلة أخرى تكررت هذه الرؤية مرة ثانية فزادت دهشة الرجل لذلك ذهب لأحد الشيوخ المشهورين بتفسير الرؤى ليسأل عن تفسير ما رأاه فقال له الشيخ المفسر إن رأيت هذه الرؤية في منامك للمرة الثالثة فاذهب لهذا الجار واحمله لأداء العمرة وبالفعل رأى الرجل نفس الرؤية للمرة الثالثة في منامه فذهب للبحث عن الجار حتى عثر عليه وطلب منه أن يأتي معه لأداء العمرة فقال له جاره كيف آتي لأداء العمرة وأنا لا أصلي فقال له الرجل إن أردت يمكنني أن أعلمك الصلاة وبالفعل بدأ الرجل يعلم جاره الوضوء والصلاة وبدأ الجار يواظب على أداء الفروض الخمسة فقال الرجل له هيا إلى العمرة إن ربك يبسط الرزق ولمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ذهب الرجلان معا لأداء العمرة واعتمر الجار وقبل أن يعودا راجعين قال صاحب الحملات لجاره هل تريد عمل شيء آخر قبل الرحيل فقال له نعم أريد أن أصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم ذهب الجار إلى مقام إبراهيم وبعدما صلى مات في سجوده فتعجب صاحب الحملة أشد العجب وأخذ يفكر في نفسه قائلا كيف يمكن أن أرى هذا الرجل في منامي وآتي به إلى هنا لأداء العمرة ثم يموت في هذا البكان وهو ساج بعد أن كان لا يصلي ولا يصوم لابد أن وراء هذا الرجل سرا عجيب وعندما عاد الرجل ذهب إلى منزل جاره المتوفي وسأل أهله عن أعماله وعن حاله فقالت له زوجته إن زوجي كان مشهورا كما يعلم الجميع بأنه لا يصلي ولا يصوم ولكن كانت لدينا جارة عجوز فقيرة ومحيدة فكان زوجي يعطف عليها ويرعاها ويحمل لها الفطور والغداء والعشاء يوبيا وكانت تدعو له دائما بحسن الخاتمة ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين